من جهتها استلمت مساء اليوم بسمع زوار مهامها على رأس وزارة العلاقات مع البرلمان خلفا للوزير السابق فتح خويل التصريح رصدته شهنز معلاوي نقدم شكري لكل من رئيس الجمهورية والسيد الوزير الأول على الثقة لمنحوها في شخصي إن شاء الله يكون جداً مسؤولية في هذا المهمة الموكلة إليه تكون أكثر مرونة وأكثر ثلاثة كلمتي مشح تكون طويلة جداً لكن فقط نحب أني ننوه ونتكلم اليوم ونقول بما أنه سمحوا لي فقط منشون تعودة بالله بما أنه بما أنه عهد تقديس الأشخاص قد ولا بما أنه طوينا صفحة قديمة طواها الشعب الجزائري ككل أنا اليوم نتكلم مع كل إطارات موظفي وعمال الوزارة الإيرانية الإيرانية فيها وكذلك مع كل إنسان نحي تعامل مع شخصي نطلب منهم طلب أن نقول لهم يسحبوا كلمة هذه المعالي واليوم نفضل أنه نتعامل على أساس سواء السيدة الوزيرة أو الأستاذة ترجمة نانسي قنقر